أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله ورب العالمين ومع ذلك يطيع كثير من الناس غير الله يقول الله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولنا لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولنا لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولنا لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل لهم يا رسول الله ويا من تدعو إلى الله بعد رسوله قل لهؤلاء الذين أشركوا مع الله طاعة غيره إلزاما لهم بالحجة التي بيّنها الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه الكريم قل لهم إن الله وحده هو الذي يستحق أن يطاع ويعبد بذليل أنكم تقرون في ربوبية الله ثم تتوجهون بالإلهية لغيرها قل لهم لمن الأرض ومن فيها الأرض ومن فيها من الكائنات الحية والإنسان على رأسها لمن هي هل هي لفلان؟ هل هي لعلان؟ هل هي لأمريكا؟ هل هي لآل الأسد؟ هل هي لآل الزئب؟ لا لمن الأرض ومن فيها؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون إذا كنتم تعتقدون أن الأرض وما فيها لله أفلا تتذكرون بعقولكم أن الله الخالق المالك المدبر هو الذي ينبغي أن يطاع أفلا تتذكرون أن الله تبارك وتعالى هو المالك فمن حقه أن يتصرف بملكه وأنتم وما يوجد في أرضكم من مخلوقات ونباتات إنما هي لله ربها الله ومنميها الله أنتم تقولون ذلك وتعتقدونه فكيف تطيعون غير الله وتترقون طاعة الله تبارك وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم السماوات السبع خلق الله سبع سماوات انطباقة وزين السماء الدنيا بزينة الكواكب ففيها الكواكب والمجرات والنجوم والشموس والأقمار أنتم تعتقدونها أنكم لستم خالقيها شيئا من هذه الأشياء وأن الله هو رب السماوات السبع وما فيها ومن فيها فهو الذي يتابع تدبير الكائنات والتصرف فيها ويغيرها حسب الخطة التي يريد فيسير كل فلك في مساره لا يحيد عنه لا شرقا ولا غربا وفي هذه الكواكب وعلى ظهرها وفي كل مكان من الملائكة ما لا يحصي عدده إلا الله تبارك وتعالى لمن ملك هذه الأمور كلها لله من رب العرش العظيم سيقول لله هي هو ربه وهو خالقه والعرش هو أعظم المخلوقات جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سقف المخلوقات أخرج أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سماواته هكذا وأشار بيده مثل القبة عرش الله فوق السماوات كلها مثل القبة السماوات السبع كلها بداخله وفي الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون وما بينهن وما فيهن في الكرسي الذي قال عن الله سبحانه وتعالى في أي الكرسي وسع كرسي والسماوات والأرض أعيد الحديث من أوله ما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه وإن الكرسية بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاه أنظر إلى ملكوت الله نعني نقتتل على شبر من الأرض وما هو بشيء بالنسبة للأرض والأرض ما هي إلا كالذرح تطير في فضاء ربي سبحانه وتعالى عما يشركون وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما سمي عرشا لارتفاعه من التعريش ألا يقولون عرش الدالة يعني جعلها أعملة وتتعرش العنم فوقها فالعرش يقول ابن عباس سمي عرشا لارتفاعه وروا ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا قال العرش لا يقدر قدره أحد إلا الله عز وجل ولهذا قالها هنا ربنا تبارك وتعالى رب العرش العظيم أي رب العرش الكبير وفي آخر السورة قال تعالى فتعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فهنا العظيم المتسع وهناك الكريم البهيج بهيج المنظر الجميل فقد جمع العرش بين الاتساع والجمال والعظمة والعلو والحسن الباهر ثم يقول سبحانه وتعالى سيقولون لله لما تسأل من رب العرش العظيم سيقولون لله ويقرون ويعترفون أن الله سبحانه وتعالى ربوبيته في السماء كما ربيته في الأرض فهو خالق كل شيء وهو رب كل شيء ومليكه فقال سبحانه بعد ذلك أفلا تتقون إن كنتم تعلمون أن العرش العظيم والمكائنات كلها مخلوقة لله فتصرون بعد ذلك على موقفكم الباطل وتجعلون مع الله آلهة أخرى تطيعونها غير الله سواء كانت من الآلهة البشرية أو من الآلهة الحجرية كالأصنام أو من الآلهة التي تصنعونها أنتم كالشعارات حريات عدلات مساوات الحرية والعدالة والمساوات لكان شعار فرنسا في عدد تجديد ووراء ذلك كله اليهود ثم نقلوا ثم نقلوا ذلك إلى العالم الإسلامي حرية عدالة كذا ثم طرح ملوا الناس من هذا فسألوا حرية اشتراكية ما بعرف إيش وحدة حرية اشتراكية فلا يرى الناس لا وحدة ولا حرية ولا اشتراكية يمنونه كما ينمي الشيطان يمنون الإنسان كما يمني الشيطان الإنسان يتبعه ثم لا يجد شيئا من الفوائد لا يجد إلا السراب ويجد الله عنده فوفاه حسابه سيقولون لله أي هو رب العرش العظيم هو رب العرش الكريم قل إذا اعترفتم أن رموية الله للملك كله وللعرش العظيم الحسن البهي أتصرون على موقفكم فلا تطيعون خالق الكائنات وخالق العرش العظيم أتصرون على باطلكم وتعبدون غيره وهو المعبود المطاع الذي لا يعمد سواه ولا يطاع سواه قل من بيده ملكوت كل شيء الملكوت هو الذي يملك التصرف فالله تبارك وتعالى له التصرف بملكاً شاملاً لكل شيء في الكون فهو خالق الكون والإنسان والحياة فملكه شاملاً لكل شيء في الوجود ومن له العزة والسلطان والملك هو الذي يطاع ولكن السخفاء يطيعون خادم الملك والله هذا خادم الملك ويفعل باب قال له هذا بجيب هذا يظنه أن هذا بيده الأمر الأمر بيد الملك هنا بالنسبة للكون ملك الملوك والله ناصية الملوك بيده فالطاعة لله وليست للعبيد الذين يتسلطون على عباد الله بل عليهم أن يتحرروا من الطواغيت أن يتحرروا من الإرهابيين سواء كانوا تسلطوا على الناس عن طريق العسكرة لأن العسكرة والجيش اصطنعه البشر من أجل أن يحميه من أعدائه ولكن نحن عندما ننتبه إلى القرآن الذي نزل ليفتحنا ويعرفنا حقيقة الأمور أنشئت لنا الجيوش لتحمل علمانية وتحمل كفر وتحمل فساد فإذا أراد الناس أن يتحرروا من الطوغيان جاء العسكر يضربونهم ويقتلونهم وجاء المفتون الذين لا يفقهون فهم من المنافقين لا يعلمون الله ليفتوهم بالقتل وبالضرب فهؤلاء المفتون يشاركون الطوغاة في زيادة طوغيانهم ومسؤوليتهم يوم القيامة أكبر من الطوغاة أعوان الطوغاة رياذ بالله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء الملك للكون كله حيواناته وإنسانه ونباتاته وكل مخلوق في هذا الكون من الذي يملكه ويدبره ويسيره هو الله سبحانه وتعالى بلا منازع ولا ند ولا مشارك وهو الذي له قدرة الكاملة على أن يجير من يريد إجارته فلا يستطيع أن يؤذيه أحد ولو دخل أي معركة من المعارك إذا لم يقدر الله عليه أن يصاب بشيء يخرج منها ولا يصاب بشيء وهو يجير ولا يجار عليه فمن أراد الله إجارته أجاره وحماه وكفاه وإذا أراد الله به سوءا لا يجد أحدا أبدا من الناس يستطيع أن يؤمنه ويحفظه من السوء الذي قدره عليه الله تبارك وتعالى هذا واقع يراه كل إنسان ويقر به كل إنسان ويعلم أن هناك أشياء تجري علينا من الله إن أردناها أو لم نردها ستكون وهناك أشياء يمنعنا الله سبحانه وتعالى منها سواء كانت مضرة أو نافعة فلا يمكن أن يأتي أحد فيغير إرادة الله تبارك وتعالى فينا ولذلك عندما تسألهم من بيده الملك من يتصرف في ملكه في الكائنات من هو سيقولون لله التصرف لله والملك لله قل لهم يا محمد صلى الله على محمد ويا من تدعو إلى الله بعد محمد أقول يا من تدعو إلى الله بعد محمد لأننا شهدنا في هذا العصر من الناس الذين يفتنون ويظنون أنهم غيرهم الذي وقع في الفتنة أصبحوا مشركين بالله وهم لا يدرون أصبحوا يدعون الناس إلى العبودية للطواغيت وهم يظنون أنهم دعاة لله فلا يغرنهم أنهم تخصصوا وأخذوا الدكتوراه في الدعوة إذا كانت دعوتهم للعبودية الطاغية أي دعوة هذه أصبحوا دعاة للشيطان دعاة للظلم دعاة للطغيان ونسوا الله فسينساه الله إن بقوا على هذا إلا إذا هداهم الله وجددوا إيمانهم وعادوا إلى رجدهم وفهموا وعلموا معنى لا إله إلا الله لأن الداعي لغير الله لا يعلم معنى لا إله إلا الله والله تبارك وتعالى يقول فاعلم فاعلم فقال قل فاعلم أنه لا إله إلا الله فإذا كان الإنسان يذكر لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو عبدا لغير الله قد ألغى لا إله إلا الله يقولها بلسانه وقلبه تعلق بغير الله وأصبح من الناس الذين قال الله فيهم ومن الناس من يحب الله ومن الناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السموات والأرض بعدين قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يقول ربنا إن الحق إلا لله وهو يقول هذا الطاغوت لماذا تخرجون عليه بعد ما قتل ما قتل وعاث في الأرض فسادا اليهود لا يستطيعون أن يقوم بهذا بعدين تسميه مؤمن ينبغي أن نطيعه وهو من أصل غير مؤمن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا هؤلاء الطغاة العسكر هؤلاء عملاء للكفار فجار أكثر من الكفار يقتلوننا لأننا نريد أن نخرج من سلطانهم ومن سلطان أسيادهم من الأمريكان أو غيرهم فهؤلاء أكثر من الكفر اسمع أيها الإنسان اسمع يمن يغرك الشيطان ويغرك بعض الناس أن يقول لك أن تعالب أو يقبل يدك لا اعرف الله واعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود مطاء إلا الله إذن يقر العبد أيًا كان أن ملك ما في السماوات والأرض لله هو المتصرف فيه سيقول لله قل فأنا تسحرون كيف تميل عقولكم وتسحر فتذهب عقولكم إلى الطاعة والعبودية لغير الله من الطواغيت كيف تفعلون ذلك خلق الله لكم العقل لختاروا الطريق السليم السديد إهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم ألا لتقرأه في سورة الفاتحة يا من تدعي العلم وأنت أجهل الجاهلين العامي أفضل منك وأعلم منك لأنه يعرف الطريق المستقيم هو طريق الله الذي رسمه لنا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه وأنت تسير في طريق الطغاة عملاء أمريكا ما في حكم عسكري إلا عملاء من يقتل شعبه من أجل اليهود هذا باذا هذا أنجس من العملاء وليازو الله تعالى ثم يأتي بعض الناس فيقولون فتنة الفتنة هي الوقوع في الكفر الذي وقعت فيه أيها الإنسان عندما استعبدك غير الله وأستحللت وجعلت عبادة وطاعة غير الله حلالا وهي محرمة في نص القرآن وفي سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا فأنا تسحرون قال بعدها بل أتيناهم بالحق ما هو الحق الذي أتاهم به الله القرآن ما هي الأسس في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين إياك وحدك يا الله نطيع ووحدك يا الله نستعين بك لأن الأمور كلها بيدك نستعين بك أن تثبتنا على الطريق المستقيم هذا هو التوحيد الصحيح الخالص أما إذا أطعت غير الله فلست على الحق لم يأتك محمد صلى الله عليه وسلم بجواز العبودية لغير الله سواء كان بشرا أم حجرا من ورائه تسلط بشر أو شعارا من ورائه تسلط بشر لأن البشرية أصنامها في القرن العشرين ما عادت أصنام حجر هبال وكذا صارت حريات عدلات مساواة صارت وحدة حرية اشتراكية صارت قومية صارت كذا الشيطان أنشأه أصناما جديدة للناس في العصر الحديث ويستعبدهم من وراء هذه الأصنام التوغيت من خارج بلدانهم أو في داخلها من العملاء والعياذ بالله تعالى قال تعالى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّا مَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ نحن لا نكفر أحد اسمع كلام ربك هذا القرآن الذي تعتقد أنك تطيعه وتطيع الله فيه إنه لا يفلح الكافرون فالكفار والمشركون إنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم من أفكار أثرت عليهم فساروا مسار الجهال ثم يظنون أنه من العلماء كما قال تعالى عن المشركين إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ إذا الناس كانوا ضايعين جاهلين يطيعون غير الله نأتي نحن وندعي العلم ثم نطيعهم فيما يميلون إليه نفعل مثل ما يفعلون هل هذا تحرر؟ هل هذا لا إله إلا الله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل ثم يقول سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد ما في وسط بين الله وبين عبده فبعض الناس جعلوا وسطة هو ولد قالت اليهود عزين بن الله قالت النصرى المسيح بن الله وغيرهم نسب لله شيئا حاش لله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما في إله معبود إلا الله وحده لا شريك له هذا هو المعبود المطاع ولا يوجد غيره معبود وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلقه هذا يطاع وهذا يطاع وكل واحد يريد أن جماعته يطيعونه ولا يطيعوا غيره انظر للأحزاب هذا من حزب فلان فيطيع حزبه ورئيس حزبه وهذا من حزب فلان ويختصمون ويقتتلون إن اختصموا سياسيا وفكريا ما عليش يتفتحوا عقولهم فيسر الحق بإذن الله شيئا فشاء شيئا فشاء لأن الإسلام دي الفضرة أما إن اختصموا بالقتل والضرب والتعذيب ليغل المؤمنين ويجعلوهم مستعبدين الكافرين فهذا لن يكون أبدا ولا يرضى الله به بل أمرنا بجهاد هؤلاء الفجار الظلمة للتخلص منهم والتحرر منهم التحرر منهم لماذا؟ لأننا نريد أن نطيع الله سبحان الله سبحانه عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفه به المشركون الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون معه معبود سواه ولو كان معه معبود إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون عالم الغيب والشهادة الإله المطاء هو الذي يعلم ما غاب عن عين الناس من الكائنات الصغيرة والمخلوقات العظيمة ويعلم الشهادة أيضا ما يشهدونه بحواسهم فالله عالم الغيب والشهادة فتعالى الله ترفع وتنزه عما يشركون به من الأنداد والأمثال سواء كانوا يشركون بالله بطاعة عبدا من عبيد الله بشر أو بالواسطة من وراء تقديس شجر أو شعار أو شيء آخر سبحانه وتعالى عما يشركون به ولا يليق به الشرك سبحانه وتعالى والمشركون لهم جهنم خالدين فيها أبدا والعياذ بالله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا من حبه ولا يجعلنا نحب العبيد من البشر من أجل مصالح غائبة عننا لا يستطيع هذا البشر الذين يعبدونه من دون الله أن يقدم لنفسه خيرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر